السلام عليكم طلاب شون كيش اخباركم ان شاء الله بخير وياكم حسين داركم من اكاديمية كابتشينو ان اليوم المحاضرة والتي بي الله التاسع الي هو بعنوان السايتو باثولوجي اوكي محاضرة بمبدئين تحكي على يعني شو نقول شو نحن نتعامل ويه باثولوجي عن الممراض من ناحية الخلايا طبعا المحاضرة يعني طولها ثلاث وخمس سلايد بس بيه هواي صور هاي شغلة والشغلة الثانية يعني حتى الكلام مالت هالكلمات التفاصيل كذا بسيطة ومثل المحاضرات اللي فاتلينفلميشين او اللي هيمو داينك ديسوردر ان احنا كل سلايد نمشي ادنفت كلام قوي ومصحات قوي ولا احتاج توضيح لا اهنا شو نقول الكلام هو يوضح نفسه بس اكيد يكون بعض الامور بسيطة اللي نحتاج انوضح وكو اشياء مثلا احنا 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 كطالب واحنا هم كطلاب يعني دفعتي واللي اسمعتنو جلنا نخطب امور وعين فالامور انا ببهكم علي الانه الثاني مرحة رابعة اخذنا جراحة ومصة تقول هالا المحاضرة بيها اشياء هتحتاجوها بالجراحة يعني هناك من وصلت للجراحة مو كلش تتملم بها المحاضرة على وكتي يعني قرأتها وكتها وامتحنت بيها بس قرأتها مرة وحدة مو مثل ما تعرف شو اللي حيفيدك بعدين تمام وان شاء الله هم نقول لكم ليفيدكم بعدين بالجراحة هم نقول لكم الامور الجديد بالامتحان وهم نحاول نوضح لكم ملزمة ابسط واسهل صورة واقل وقت ان شاء الله موضوعنا هو السايتو باثولوجي طبعا احنا عدنا شنو عدنا فاتشين سميه هستو باثولوجي عدنا فاتشين سميه سايتو باثولوجي اوكي من اسمه يعني انتو عرفوا انه هو الباثوم تمحور انه تتيجي تجي قطعة من النسيج او خلية او يعني اي عضو تمام قطعة من العضو تخليها تحت المايكروسكوب وتيجي تباع وتشوف شنو صار فعندنا احنا هستو باثولوجي ليوتا تتيجي شنو تشوف النسيج مال هاي يعني القطعة اوكي سايتو باثولوجي تشوف خلايا محددة او خلية تمام برايكم ياهو الادق يعني احنا جمنا طلب حتى اني تقول انه سايتو باثولوجي هو الادق ليش زين واحد يقول والله اقول لك لان يعني انتو تشوف خلية ده تزل مستوى خلية بس هو لا المفهوم مو هي شي انت بالهستو باثولوجي مو ما عدت تحت باع بس من برا لو حتباع شي تشيب يعني بس الهستو او بس النسيج اتو تعرفوا انه بجسم مالتنا قدنا احنا الجسم اللي هو البادي يتكون من سيستم اوكي اللي هي يعني شنقل اجهزة وكل سيستم يتكون من اورغان اللي هي العضاء والاورغان راح يتكون من حي تكون من تيشيو اللي هو الانسجة والتيشيو بناها تتكون من سيلز والسيل تبقى تكون من عضاء يعني عضيات وكده فعدنا اصغر شي اللي هو السيل ولا كبر منها اللي هو التيشيو منطقية واحد يقول احنا دي نزل مستوى السيل الآن السيل هي شنو هي الادق سيتو باثولوجي لا يعني الهستو باثولوجي اللي هو التيشيو والادق ليش لانت هنا راح تشوف النسيج كله شلون ما هساني مثلا اجطيك مثلا اورغان اقول لك هذا عضو كامل وروح في حصلي كله تحت ميكروسكوب طبعا عاونية تاخذ وقت اكثر بس ينو ادق انت هتفحص العضو كله ممكن تشوف شغل موجودة بالمنطقة موجودة بالمنطقة اللي تريد التفحصه فالتيشيو او الهستو باثولوجي حيكون ادق ليش لانت هتفحص النسيج كله فحتما تشوف خلايا ما موجودة من التتيج تفحص عدد قليل او يعني خلية واحدة تمام؟ في المقصد انو الهستو باثولوجي حيكون اوسع شوف شون تيفحص هنا نسيج به واي خلايا سيتو باثولوجي حيفحص بس بدوان من الخلايا فهو اول شي خلو ببالكم انو الهستو باثولوجي هو الادق وعلى هذا الشي تجي تابعات ما انو ادق اذن ياخذ وقت اكثر اذن العملية مات تحت تكون شوية يعني بيها صعوبات هنشوف اس نتعرف عليه ان شاء الله بس لعدات جاية جزيلا السايتو باثولوجي إذا ستتغيرات المرضية اللي يصير بالسل تاخذها من شنو؟ تاخذ الماركة يعني متعددة من الجسم بس شنو هنالفرق النوتي رح تدوس على مستوى خلايا تمام؟ هتشوف نزج كلها خلايا تمام؟ يقول لك على سي ميثال دي سكومييت د سيل أو اسبيراتد فلويد أو اسبيراتد ماسس فور fills ه ها شوي مصرحة جده د вой crypt دسكومييت د سيل اص traumatic هاي معناته لا تكنわか운 مكتوبه طبعا مكتوب كلام ما كله انتزل تجي تكشط خلايا أوكاذ تجي تكشط خلايا من يعني من نسيدي وعضو تجي التتبع واحدة عند ميكروسكوب 6自 0 أسبيراتد فلويد تجي التشنو او اسبيراتد يعني ماسيس تجد تحن تجي تسحب شنو تجي؟ قتدق فت سواء البثل قدك فتسائل هنا عيابة تيج تشينو تطب وفد أبرة هسه نحكيها لقدام وتيج تسحب هاي عملينا سميه أسبايريت شانو تتج تسحب اوكي زيان قدنا أسبايريت الماسل نتعدك فتكتلة مثلا هاي هنا يعني الثايرويد ايجناد اللي الغضة درقية من الضخم وما شو شانو تتج تفوتها من نيدل تيج تسحب فدعينا من هاي الكتلة زيان وهي شي تم للأمراض اللي هي مو سرطينا نسميها الحميدة والبري ملكنينت اللي هي يعني 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 يعنى يعني يعني بعدها حميدة بس Bennett ورح تتحول ممكن او تقدر تتحول إلى ملكننت أو الملكننت اللي أصلا يعني خبيدة زيان فأيقول لك الخلاء اللي هي مو سرطان يسر بس Bennett ادهل قابلة ان يصير ملكننت بزيان فرقبا هاي ساحية المقارنة اللي ممكن تجيب الامسكيوات يعني اذكر يمكن اكو بالسنة السابقة قبل سنة و سنتية من السنة ما تجاي هذا يمكن سؤال على الهيستو سيتو باثولوجي يقول لك all of the following are true except ويحط لك مثل سيتو باثولوجي اوكي ويحط لك فد اربع صفات حط لك مثلا هايا وهايا مثلا وهايا ويجي حط لك فد مثلا هذا الوقت مال الهيستو باثولوجي هل لازم تبنز هذا وهذا فقلت لكم الهيستو باثولوجي هي تدرس structure and architecture سيتو باثولوجي يدرس detach cell ها انت بالهيستو باثولوجي هتدرس التركيب كله والهيكل يعني هم هتدرس البرة كله الهيكل كله وتركيب هم هتدرس خلايا اللي بداخلي سيتو باثولوجي لا هتدرس استبس detach cell هتدرسه انت ما هتدرس جزء كبير لا ولا الهيكل لا هتدرس استبس مو قلنا تكشط خلايا وتسحب يعني سواء لو تسحب خلايا هنا هتدرسين هستو باثولوجي يتمع طريق بايوبسي انت عزم تاخذ خزع او قطعة يعني اذا مثلا الكبد فرض عاش بالمثال تاخذت قطعة من الكبد هيش الفكرة هاي اليسو باثولوجي قطعة تجي تقص وتاخذ سادي باثولوجي لا ابسط تاخذ التأم مسائل تجي او تجي تشنو عن طريق برسيز هاي تجي تها عن طريق هاي لذا تجت تكشط وتحصل لكم خليو تجي تفحصن فاسل هسو باثولوجي يطلب شنو large needle forceps يطلب انه تنيدل يعني شو يقول فد يعني فد اوبرا تتس هسن تعرف علي اليه قدام اوبرا او يعني شو نقول هاي النيدل خيشوفكم اها يعني كصورة حتى ليش بعد اشوفكم وانها بالله النيدل ادنا انا احط لكم الادوات هاي النيدل باعدكم هاي سميها السرنجة اوكي هاي سميها النيدل اللي هي هاي اللي هي الطرف مالتها تمام الطرف مالت لازم يكون شنو ازم يكون large شبير ليش منطقيا طلاب الهستو باثولوجي تحت تدرس يعني احت تدرس تل هيكل بحتاج تنيدل او يعني يعني طرف الابرا مال يعني مال هاي اللي تحت تسحب منها لازم يكون شبير اوكي بيما هناك ايش عدك تعدك fine needle لازم تكون صغيرة يعني تحت تسحب خلايا تمام وتحتاج هم من forceps اوكي زين عدك الهستو باثولوجي يعتبر شنو invasive procedure site pathology invasive procedure يعني اثنان عملية هي الطالبة انو تتجي تدخل فتشي للجسم تدخل للجسم بس بصراحة هيه يعني الاكثر انفايزي فوع طبعا الهستو باثولوجي زين الوكي تقلنا مانو هستو باثولوجي هو شنو هو عملية يعني ايش اسمه انو انو مجرد تجي يعني تكون عملية اقد 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 وتشخيص افضل فهذا لازم تاخذ وكت اكثر منطقيا فتقريبا انو تتجي بينما تتاخذ النسيج وكذا وهي شي او البايوبسي طول من نص ساعة لا ساعتين باعمل انت تتجي تاخذ خلايا خمس دقائق لا ساعتين ممكن تطول زين من انا جبطيك هاي العينة ايش قد راح تطول التى يلا طلع التشخيص الهستو باثولوجي من 24 ساعة اثماني اربعين ساعة الهستو باثولوجي من دقائق الى 24 ساعة ممكن انا بس اجي اشوف القطط شغلها اخي زين لها 24 ساعة ويوم بايسيك استين الشي نصبها الاساسيه بالهستو باثولوجي طبعا بالمحة الثانية المحة اللولة يعني كانوا وانما تتروح يقول لك يعني the most basic stain is the heistopathology is hematoxin ديوسين هذا بوقته سؤال جانب الفاينل بوقته بسنة ماتي what's the basic stain of heistopathology اوكي فالتجاوب hematoxin ديوسين بالساعة الباثولوجي لا الموضوع اختلف في الطوق فتصبح نسميه PAP او هم البابستين وعدها هذن الاسمات وبس خلي اعباركم بابستين اوكي زيب بالهستو باثولوجي تستعمل فتصي اسمه PARAFIN BLOCK بالساعة الباثولوجي تستعمل همين السلايد وهم PARAFIN BLOCK خلنجي نشوف يقول لك الPARAFIN BLOCK هو النسيج الاصلي لما تتخليه بالشمع اوكي السلايد هو الفت يعني مثل شون قول فت بلايت بلايتة اوكي او فت يعني جزيزة تخليت بها شون تخلي بها النسيج ماتك اوكي حتى تفحصها فهنا شوية تطلب سلايد وPARAFIN BLOCK هناك يعني السلايد هو الاساسي وياها او بدون PARAFIN BLOCK هنا لا الهستو باثولوجي هو الاصل لازم يعني PARAFIN BLOCK هستو باثولوجي سايتو باثولوجي سبشل تكنيك بوسبول ممكنك فت تقنيات خاصة تستعمل السؤال صبغة معينة او فتشي معينة او تبقى بعد تابعا للعضو والحالة والشغلة للتدهيد السوية تمام يجي نكمل يقول لك INDICATION FOR SYTOPATHOLOGY هذا ممكن يجي بالاساسي طلاب هذا الفروقات ممكن هاي 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 يعني ذاك راح احد اصدقائي يمكن لو اجدت هاي لو اجدت هاي بالاساسي بوكتها بزيء INDICATION FOR SYTOPATHOLOGY ليش انا اريد اسوي سايتو باثولوجي طبعا اريد اشوف شنو اريد يعني اكشف اذا شخص قده كتلة و اريد اشوف اذا هي وراه من او موره هادا يخوفنا بزيء. DIFFERATION BETWEEN BENAN AND MALIGNANT LEGION. انا ذا يدفرق هذا الكتلة مثلا او الضرر لي عدي شخص هو بنان لو مالIGNANT اثوي لسايتو باثولوجي اقول ليابا تعال اخو قطعا من الخلايا وافحصا واشوف. Diagnosis of type of malignancy. اجي اشخص نوع المالIGNANT. اذا هو اطلع مالIGNANT. اذا هو اطلع خبيث اجي اشخص نوعا. يعني اوكي هل هو ما تعرفوه مثلا. خلان هالسا عدية من قبل شرحات المحاضرة يمكن بثلت ساعة نص ساعة جداد روس يعني همهم باثم المحرابة. فعدنا ما لقنا ننسي مثلا اصير مثلا خنقول بالرأة. او ما لقنا ننسي اصير مثلا اهما تاخذوه بالخشم مثلا. هذا شنو بي خمس انواع. وكل نوع مثلا يا مو خمس انواع بي هو بس يعني عدنا هنا خمس انواع. وكل نوع بي الفت يعني يعني شو نقول خاصية معينة اوفت خصوصية يعني مثلا كذا نوع اه يعني اذا تكسير بيك خنقول وتعيش عشر سنين. اذا كذا نوع اللي هو اسوع واحد هتعيشتها مدة اقل وهكذا هاي الفكرة. فنكشف همين نوع مال ماليجنسي زيان من شكل الخلالة وتفاصيل اخرى. دياغنوس اوف بري ماليجنسيز اكو عندنا يعني امراه تتعرفون عليها ان شاء الله. ما نشوفها عندك انت مو عندك سرطان لا انه انت مو عندك يعني انت ورم. اوكي خبيث لا انت احتمال يصير عندك فاحنا نجي نشخصها اوكي ونحاول يعني نعالجها اذا كان هالشي ممكن ونحاول همين يعني ننبهك عليها ونشوف بعد حسب التفاصيل. ديكشن اوف انفلميشن ان سيرتن تايبس اوف باثولوجيك ايجن. ايجن. ايج تشتد جخص الالتهاب وفاد انواع معينة من الباثولوجيك ايجن. فتاكو يعني يعني انفاد عوامل تجي هي سبب لك يعني الامراض. ستادي اوف هرمون البطن هذا شي كلش مهم. اه يعني هذا شي كلش مهم انه تاكفد انماط للهرمونات تتعرفون عليها ان شاء الله اتا الشي ما تقدر سوي الا ذات عن طريق سيتوباثوجي. يعني المقصد اكو امراض طلاب كل شي لها علاقة بالهرمونات. تمام? منضمنها مثلا البريست كانسر. اوكي? فاتا تدرس الانماط وهالتفاصيل وكذا وهالتعقيد كلها عن طريق سيتوباثوجي. وتاخذو البريست كانسر وبعد اكو غير امراض وامراض. منيتورين اوف ريسبونس تو ثيرابي اوف يعني اوف الرادياشن. تيجي اتا يعني اتا مثلا شخص خنقول اعرفت انه عده كذا ورام شخصته كذا هي تشيلت الورام. ورا تيدي التمثل التابعة تشوفه. فاتا اطايت علاج وكذا تشوفه هل هو استجاب للعلاج. ورا هاتا مثلا عرضت اللي شعاء اذا كان الموضوع تعفو انتو اكو عد نافة شي يعني مريد انعارض. ايان عرض اعاني. مريد انعالج. ادنفة الشي اللي هو الكيمو ثيرابي. اوكي? والراديو ثيرابي. تمام? اكو فروقات بنتعرفون عليها ان شاء الله. يعني لحد وقت قريب انا عمالي هنا نفس الشي بس له هو شي مختلف تمام من واحد علاج. فاذا اتعرفت اللي شعاء تيجي تتهمن تيجي تشوف الخلائمات. شون استجابت لهاشي. study of tumor marker. تيجي تتدرس. تيومر marker. تيومر ده بالدم. تيجي تتسوي لها تحاليل. مثلا ادنى في تيومر ماركر. فش يسميه C A 125. هذا راح ندرس اللي قدناه ان شاء الله. هذا يلا علاقة بشنو بالاوفيرين كانسر بالسرطانات ما شنو ما المبيض. مثلا. ورح تدرسون اجقد واجقد اكو تيومر ماركر. يعني اكو C A 153. اكو C A 100 وكذا وكذا. اكو هم واي اس ما يعني. فبس خلووا باكوا ان قدتو درسو ذنيني تيومر ماركرز عن طريق السايتو باثورجي. واضح. زي. خد نجي نكمل لكم. الساعة انو احنا انديكيشن. هذي يعني السؤال مهم حتى نصدوا مرحلة رابعة ان شاء الله. اغلب لا سيلا ومو اغلب. يعني هوان ما يسا هيج تجي. انو انديكيشن فور سامثين. يعني مثلا. اجاك مريض ادى مشكلة بالقلب فرضان كذا اي شي. فاته يعني تعرف انه تعدك خيار مثلا بهي شي بالقلب انه تسوي له مثلا قاسترة. لزين. فالتأكيد مو اي مرض يجيك ادى مشكلة بالقلب يسوي له قاسترة. انتازم عندك فالتإنيكيشن. فالشيء التلازم هو متوفر عند المرض. يالله تتجي سنو يسوي له قاسترة. وهي نفس الفكرة. Criteria of malignancy. أو can we detect the presence of malignant cell. يعني cytology. او. او. شوان لسان اجا اشوف خلايا. اميز انو كذلك ادى ما يستمر لا junior. اوميز انو سرطانية او يعني هم اللون لديكم شبكة ذكل يعني لو خبيثة. Este هو الخلايا مدتنية او وعندنا لدينا نكليولوس نكليولوس المطلوب اللي هي شنو زيادة بالشنو بالتضخم مالي الأنوية يعني تعرفوا أنتو هاي هسا الخلية مالتنا هاي هي الخلية مالتنا هاي رح يصير لدينا تضخم شنو تضخم بالنواة مالتها يعني ليش أول شي خلوا أفسلكم هاي كله يحتاج تفسير حتى يفتهموا ليش شنو ميزة يعني ليش صار عندنا كنسر أو ماليقنسي طلاب طلابية الفكرة كلها تمحورة النوت تعدك يعني ليذكر محاضرات مال تشيو ريبير قد نحن السل سايكل وهي السل سايكل قد نحن فمثل يعني شو نقول يعني شو نسميه الذنية حتى نسيت بعاني السيطرات قد نسيطرات هاي السيطرات تجي خليتي تنقسم فتجي هاي السيطرات تشوف إذا هي خلية انقسمت بصورة سليمة تبعا للسل سايكل نموذجية مالتنا تقولها كم ننقسم إذا هي ما انقسمت بصورة سليمة أو بيه تشوه أو خلل بالDNA هتقولها وقفي وقفي وتطيها عدة اختيارات إما تقولها كتلي نفسك أو إذا تحاولوا صح القطاء تصححها ونشو بعد إذا زادت هاي الانقسامات عن حدها يعني بطريقة أو بأخرى عبرت هاي السيطرات اللي هي مسؤولة عن الانقسامات رح سرعدنا شو رح سرعدنا خلايا السرطانية خلايا السرطانية بميزة نوية تنقسمه هاي تنقسمه هاي تنقسمه هاي يعني أنت تعرفوا أنه بداخل النيوكلياس عدنا شو نوع عدنا الDNA عدنا كروموسامات عدنا أي تفاصيل ما هي تنقسم تنقسم فإذا يصرب تعرفوا بالانقسامات عدنا نحن يعني البروفيس اللي هو الطور البيني صحيح لا لا الطور البيني يتميز بتضاعف دياني وتتكون شوي تيج تضاعف 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 حس عندك حس عندك تضخم تضخمتها عندك المحتوى تمال النوان فإصلا عندك نوكليار هاباتروفي نوكليار ساز فيريشن طبيعية خلية توهاها يبجي تنقسم خلية كاملة انقسام توها خلية منوصل القسام خلية FERPA رؤب إلى إنكسام خلية من الثلاثة ت chaque من قسام خلية كذا خلية كذا طبيعية حيصر يعني واحدة كبرت كلش واحدة بعدها واحدة بعدها واحدة واوكذا نوكليار ساز فيريشن طبيعية Jeently يعني يراح يصل بي موضوع كلهم طبيعي لا حجم لا شكل لان قلت لك يا دا يصبح بداخل الانقسامات فيروح مننا الديين اي يروح مننا يروح كذا يسوي شكله مربع مستطيل وبعض كلها هايبر كروماتيزم آني كروماتين الرجولورتي دعوني قلت لكم انو احنا عدنا نيو كلاسية شنو كروماتين وعدنا بعد شنو عدنا يعني بداخل هي قلت لكم داخل عدنا الديين اي والكروموسوم والكروماتين اوكي لدى وخروعكم طبعا شعر هين احنا شنفرق بين كروماتين كروموسوم دينا بالمحاضرة الاولى بس اخلوا باكو انو ما انو تحيصعدك زيادة بالانقسام حيشين هالشي سرع عدك تشينو هايباتروفي وليش سرع عدك هايباتروفي احنا سرع عدك عمين هايبر كروماتيزم هايبر كروماتيزم اللي هو شنو يصرع عدك التنى يعني كروماتينيزم يصرع عدك هنا شدة بالشنو باللون طبعا كرومو احنا نسميه صبغة اوكي يعني منطقيا طلابا حيصعدكم زيادة هنا بالصبغة سنشوه شون وكروماتين الريجولاريتي هما يحسر عدك اشكال مطبيعي لكروماتي زيان ابنورمال مايتوزز ها ما عدين هالشي مايتوزز اللي هو انقسام خيطي قلنا خلاها رح تبدي تنقسم وكلها فسرناها بالنقطة الاولى اللي نيوكلي هايباتروفي لت حيصعدك تفلت من السلسايكل او من السيطرات حيصعدك انقسام مطبيعي نتيجة هالنقسام مطبيعي رح تكبر نيوكلياس ومنك كبرت نيوكلياس ليش كبرت لان عصلا انت عدك نقسام مطبيعي ملتي نيوكلياشن ممكن هالشي ليش لانه انت يعني حت تجدت شنو هي الوضعية كنا يعني اندوست بعد انت خلية عندك وبداخلها نوات والنواتي بتنقسم 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 بالتالي تشنو حصعدك ملتي نيوكلياشن زيان يعني هي شبوقة بعض تشوف يصار يعني يقول لك شنو من الدهورة يعني النوات هي مركزة خلية همشي بخلية اذا دهورة النوات بعد كل شي باقي حيرو فايش قال لك هنا هسأدك الريجولاريتي اوف نيوكليار مامبرين والريجولار عن بروميلت نيوكليار اوكي يعني يقول لك شنو يقول لك هنا الغشاء هذي رح يصير يعني الريجولار غير منتظم الغشاء البلادني ويقول لك النوية اللي عادة تكون يعني بالطبيقاتكم مو واضحة اوكي حتصير شنو حتصير شنو ركز قال لك حتصير الريجولار وبرومينت حتصير شنو مو طبيقاتية بس شنو تكونوا برومينت يعني بارزة واضح فاعل مقصد طلاب قلوا باكم شون تعرفون الكريتيريا كل هات تعدكم نيوكليار هباتوفي سال فرياشن شيف فرياشن هبا كرومات يعني كروماتيزم كروماتي رجولاريتي فرق من نيوكليولاي هي النوية اللي هي كلش اللي يجول اللي هاي كلش اللي يجول ونيوكليولاي يعني نيوكلياس اللي هاي كلها اللي هاي النوات نيوكليولاي هاي نوية نيوكلياس أوكي أو نيوكليار هاي شنو نوات زي سالتو بلازميك شينز المالكنا سالسا حتصيرنا التغييرات اللي تصير بشنو بالنوات نيوكليار نيوكليار بعو. انا قلت ايكم شنو قلت اكم لهذا الغشاء. اوه لان درقصد شنو. يعني الغشاء هذا اللي جاء احنا عندنا غشاءي تمام. عندنا هذا الغشاء اللي هو. البلازمين turbo. كي? وعدنا غشاء اللي هو نيوكيليرło امبرين. فيقولك هتساعدك مشاكل تب هذا يعني النيوكيليرójójي هتساعدك مع هذا يعني نيوكيلير لهذا الغش مع ذهبها. لان هي شنو بدت تكبر بدت تكبر. تمام? ممن بدت تكبر هي شي طبعة. مهم جدوا بعد سماع هو إلي الكليار مبرين الآن سأنت سأضحة كبير سهوى حسآ الآن الآن ليصدقك إذا قلز ساي بلا sum ساي بلا ساي بلا ساي بلا داخل ردك ساتبلاسم كلش قليل. ساتبلاسمي باوندريز شارب دستينكت ان سكوامس سال كارسينوما وان دستينكت ان ان ديفرجينت الكنسر طلع. يقل لك اتة مو قلتكم عدكم انواع من الكنسر تمام. فقدت عدكم انواع. فالنوع ان نسميه مثلا سكوامس سال كارسينوما. او كي اللي هوذي تعرفوا انه تعدكم انواع الغشاء او يعني الانواع الانسي عدكم فالشي نسميه سكوامس اوكي. يعني سكوامس سال او يعني Epithelial Squamous Tissue اللي هو النسيج الحرش فيقول لك الحدود سائة بلازمية تكون يعني متميزة ومختلفة وحادة بسكوامس سلكرسيوم وتكون غير واضحة بالأنتفرينشيت كاسينوم وهو منطقيا طلاب يعني أحكي لكم فت معلومة خلوها ببالكم تعمل إذا تكمتوا هذا النسيج مثلا هذا النسيج بفت خلايا مجموعة خلايا تمام إذا الخلايا هاي تشوفها تشبه النسيج الأصلي هذا نسميه يعني يعني عدنا نحن فت مصرح نسميه differentiated فيقول لك إذا عدت عندك يعني well أو good أو moderate أو bad أو poorly تمام يعني المقصد إذا تشبه النسيج الأصلي سميها well أو good differentiated إذا تشبه نصو سميها moderate إذا ما تشبه سميها bad أو poor فهو المقصد إيش دي يقول دي يقول لك أنه شنو ركز له يعني دي يقول لك أنه حتكون الحدود ماستاتوبلازم حادة ومتميزة بسكلام الساكارسومة ومنطقية حتكون حتكون غير واضحة وين بدأ interferيشيد كارسومة بعدها هي ما متمايزة هاي السحالين بعدنا أنه يعني مو هالنطقة إذا وصحي هالنو صحي اللي قدام بس هو المقصد منطقية احنا عدنا يعني ما متمايزة هنا الكنسر ما متمايز interferيشيد فطبيع الحدود ماستاتوبلازم حتكون شنو غير واضحة طبيعي الحجم مال يعني الساكوبلازم حيكون يخطيف من خلية الخلية فريشين شاب حيخطيف من خلية الخلية الساكوبلازم اللون مال الساكوبلازم حيكون ديب اورانج إن كاراتينايزنج سوامس كارسومة طبعا الله يشهد يعني صار يعني ساعة من مئة ساعة يعني ثلاثة أربعة ساعة ساعة نصف ساعة على العموم قرأت المحاضرة يمال محاربة فهي الدكتورة ذكرتها سمعت الفويس بوكتي فقالت تذكر هاي المعلومات انه شون تتفرق بين الانواع انه عدنا احنا كاراتينايزنج يطيك كاراتين بسيكوامس سال كارسينومة ويطيك شنو اهي هاي حتحتها يعني وعن يعني المقصد حيطيك هاي الصبغة البرتقالية لكاراتين بسيكوامس سال كارسينومة ورح يطيك شنو بيزو فلك بورلي ديفريش حطيك شنو صبغة بيزو فلك يعني شنو صبغة يعني شنو شنو نقول زرقة اوكي لان حتحينا بالمحالة الثالثة انو عدنا بيزو فلك بيزو قلنا بيا حرف يعني البي وبلو بيا حرف البي فإذا زرقة بزينا سالة بلاسميك انكلوجين ليين بيلانين بيجمينت الميلانومة تعرفوا التو الميلانومة اوكي فد يعني فد شنو نعمل مع الكانسرات اوكي صير بالجلد مع الاتنى فيطلع لك صبغة او ينطلع يعني شنو نقول بيجمينت فصوغة مع الميلانين اوكي ليين سميه سالة بلاسمي انكلوجين فد خلنقول فد اشياء موجودة بالسالة بلاسم اوكي هذا اني هنا الميلانين بيجمينت هذا اني ليم اشار عليه تمام زي خيرش عدنا سالة بلاسمي نيو كلير مامبرين للايشنشيب اوكي الصرعة الدكفد مثل علاقة بين السالة بلاسمي نيو كل مامبرين للايشنشيب يعني مليوسة يم هذا ومليوسة يم هذا يعني غير هيت السالة زي لعتكم هنا صور حطيكم انفيزيف كارسينوما شوفوا شو هنا الخلائع لعتكم شنو لعتكم هنا الكيراتين هاي اللون البرتقالي فاذا ممكن نستنتج انو ما نعودنا هالنور ببرتقال اللي بساته لازم اذا هاي شنو نوعها سكوامس سال كارسينوما اوكي نشوف هاي شكبرها شوف هاي شقدوتها هاي ممكن نتوقع انو هاي كانسر واذا نطبق كل الكريتيريا او يعني اللي صور هنا هنا فإنا نشوف هذا نطبق على هذاني وإنا السا بعد هم تشينز ان التغييرات بالخلايا كمجموعة ساحنا عتيانا على مستوى الخلية صح له على مستوى النوارات على مستوى السات وبلاغم يسا نحتي على مستوى مجموعة شحاجة أشوف على مستوى مجموعة يقول لك cellular phagocytosis or cannibalism indicating rapid growth of cells within a narrow cavity اوكي عدكم انتو سموصح ال cannibalism او cellular phagocytosis يقول لك شنو يعني فظاهرة تصيب يخلها سلطانية حيث تقوم خليها سلطانية تبتلع وتاكل اللخة هاي نسميها tumor cell cannibalism اوكي وتعتبر يعني حالة من حالة شنو او يعني اشياء اللي نشوف احنا التغيرات يعني منطقيا طلاب احتيكم شغلة معلومة احنا الخلالة السلطانية بيها فدميزة او يعني هي الخلالة السلطانية ليش يصير احنا عدنا المريض اللي بيها يعني لا سمح الله يصير واحد يصير بيه سلطان ليش وزنه ينزل اوكي قل لك هي خلية يعني الخلية السلطانية كلش يعني تستهلك طاقة اوكي ما تستهلك طاقة يعني تحتاج كل طاقة فيقولك انها تقوم تاكل وحدة اللخة حتى تحصل الطاقة زين هاي طبعا يعني احد التفسيرات مو يعني شي مو ثبت اوكي يعني شون نقول تفقد هنا الالتصاقات بين خلية due to abnormal endismosum بالهيستومال مرحلة الاولة كطب غضاء تاخدون بالمحاضرة الثانية انو عدتكم فد ارتباطات بين خلايا اوكي كفت شي يسمي dismosum بعنا ارتباطات بين خلايا تعرفوا ان تعودكم هاي خلية وهاي خلية تولدون تربطون بياتهم مثلا اوكي حتربطوهم شنو dismosum مثلا هذا dismosum اوكي ارتباطات بين خلايا فساعدك مشكلة بين تكون الخلية ما تلطو شوية الخلية اللخة تن تفقد هاي الارتباطات بلودي باك ground fresh blood is meaning but when rbc are ingested by histiocytes or blood obtained without trauma يقول لك بلودي back ground الخلفي ان تشوف هتا بنسج حتشوف انه بيها دم يقول لك fresh blood is meaningless اتتتشوف دم يعني fresh اوكي هذا ما على معنى but when rbc are ingested by histiocytes or blood obtained without trauma يقول لك بس اذا اتتشوف rbc مبتلع بواسطة histiocytes او دم موجود بدون ضربة هشي لا حيكون الى معنى اوكي هنشوف يقول لك histiocytes هي خلية منعية طبيعية نشوفها بأزام وعينة مجسم اوكي بالعظام مثلا بالدم بالجلد مثلا بالكبد وغيرها فايها الhistiocytes فاذا بتلعت هي يعني ال rbc او شفنا مثلا انه يعني اكعدنا في الدم بدون ضربة هذا لا ناخذها بنظر الاعتبار foreign cellular structure يعني في التراكيب مشنو خلوية تكون غريبة مثلا قدنا في الشي نسمي شاموما بادي اوكي شاموما بادي اللي هي عبارة عن خلايا من طبقات اوكي وعبارة عن شنو اجسام تكون من طبقات اوكي ونشوفها في الشي نسمي popular thyroid carcinoma اللي هي شاموما بادي اوكي هاي الشاموما بادي زي بقعدنا خير شي اللي هو دجيريش عن inflammation اللي هو tumor diathesis diathesis مصطحة انو تكون قدك قابلية انو تتعرض او تنصاب هشي فيقول لك انت حيصير عدك في محلال والتهاب اللي هي يعني يقول لك قابلية تندنسية انو تتقابلية انو تعاني انت من فتح حالة معين يعني صردك قابلية انو تتعاني شنو من الاورا اوكي زي نجي هسا نكمل يعني خلاصنا تقريبا اغلب الحاج الباقي كل حيجز يعني كلامي شي بس بسيط ناهو اللي كان يحتاج تفسير صدق مطول زي ان جنرال دياغنوز الكسايتو باظوجي is based upon three basic sampled التكنيك يعني السايتو باظوجي هنتحن يجي شخص يعني من الثلاث تكنيكات اللي هي اساسية اوكي collection of exfoliated cell تيجي تتجمع فتخل exfoliated اللي هي يعني شون يقول لك تيجي اتهنا تيجي تكشط غلايا وتيجي شنو تيجي تهمن تجمع الخلايا بوسطة شنو بوسطة قدك بتالبراشنج اوكي اللي قلنا عليها لهاي الادوات اوكي او تقنيات مشابه اليها تمام هاي اللي هي البراشنج تمام زيان وعدك باعة شغلة لخلية شنو اللي هي الaspiration biopsy fine needle aspiration biopsy خزعة تأخذ بس شنو تأخذت هاي الخزعة عن طريق الaspiration سيحجيكم عليهم بالتفصل بس خلوها collection of exfoliated cell collection of cell removed by brushing يعني or similar abrasive technique وال يعني الaspiration اوكي biopsy fine needle aspiration biopsy زيان يقول لك from normal physiological discrimination products يعني example لقدك مثلا تقدر تكشط او تأخذ التى يعني عنواع من الخلعة مثلا تأخذ البرونكل secricious puton تأخذ التى شنو بلغم وتججتة تفحصة تأخذ مثلا الاضرار وتجتأخذ وتفحصها تأخذ جد منها وتفحصها vaginal or cervical or endometrial screen الافرازات مثلا ما المهبل او انق الرحم او الendometrial البطانة الداخلية ما شنو بطانة الداخلية ما اليوترس اوكي ما الرحم تجتة امن تفحص نبل discharge اللي يعني ذالي يطلع عدك تفت شو نقول يعني discharge فت تطلع عدك سوالي من الحلم المال الاثدي اوكي فأخله ببالكم إذا تتاخذ هنا يعني شو نقول ويعني العشيء من اشياء طبيعية اوكي اللي تنزل بصورة طبيعية من الجسم حي كلهم طبيعيات يعني البلغة ممكن يجي الاضرار والفرازات اوكي والهمين الالدسترات زين باي سوبرفشل سكرابين او دليجين هنا لا يعني انت مج تأخذها من اشياء طبيعية تنزل بصورة فيسيولوجية او طبيعية تجي التكشط او تأخذ باي سوبرفشل سكرابين او دليجين انه تجي تكشط هنا يعني صورة سطحية عسب المثال التكشط هنا بصورة بيدك بزين سلفاي سكرابين او اسميل تجي تهنى تهنى تكشط وتأخذ جزئ شنو تأخذ جزئ من السيروكس او يقول لك سمير تجي 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 هاي الجماعة وتخلي شنو تخلي بسلايد سكرابين تشت يعني القشط هاذا تجي تشيل بادا خاص هاي الفرق او باكل ميوكوزل سمير همي تجي تشيل شنو هنا تجي تشيل هاذا تأخذ التنام هل تأخذو ان شاء الله حتى بالما حثاثة تفوت التنام مثل يعني عود ما تطن وكي وتجي هنا تمسح اكو اماكن محددة لازم تمسح بيها وكي وما تخلي يمسح اماكن معين حتى لا يتلوث بالبكتريا والتفاصيل حتى تكون وجهتك على اللي تتريد وبعد ينتج تخلي بسلايد بما انه اسمير ويقول لك بعد فالتقنية اوكي تحط تفت اين ما الاورام بسطح اوكي مثل تخلي بفت ورقة وتخلي تفت حتى تصنع تفت شيء مثلك لو السطح ما للورام وهذه التقنية تساعد حتى تتنقل خلايا اوكي والأجزاء يعني الانسجة وتخلي تتخلي تتراك تنقل ها من الاورام حتى تتودي ها تفحصها زيان سكن سكرابين هما انت تجد شوط من الجليد هذا الشيء كل شوء مصطح مم هنتعرف عليه قدام باب اسمير طبعا الساكو طلاب يعني إذا مغلطان بالمرحلة السوانة بسوين بحثهم ومطلوبهم على هذا الموضوع اليوم باب اسمير يعني ياخذون هنا قطعة من السيرفيكس حتى يشوفون إذا ناعدها في المرأة سيرفيكس يعني شنو سيرفيكس أوكي يعني سيرفيكس كانسر تم عن الجين كم يقول لك يقول لك هسا تعدك بعد أدك خلال أدك فشن سمي فاين للأسباريشن وبراش سيتولجي يعني تقنيات طلاب يعني أدكم مجرد تقنيات وده تنذكر يعني أوكي التال مهم أنه تعرف الاسم تعوش للغاية ستما بدين ذني يعني مبادئ أساسية حاليا يعني أوكي فاين للأسباريشن هذا شي مهم بالبرايست كل أحنا بوقتها بالبرايست وخلها ميدوانة تكون فاين تكون شنو يعني الرأسية ما تكون يعني رفيعا وتشتحب التسوال هذا الشي تقدر تسوي كتلة مرضية سواء تشتحب أو تشتحب أو تشتحب كتلة ورمية ويعني تشبه الورم إذا كان كانت متراكمة سوال بتجهوذ من الجسم هم تقدر تسحب اللارج لنفنود إذا تدك تضخم قد لنفاوية لأيساب من أسباب هم بتقدر تفوت وتسحب زين بثالوجيك ماس أو تيومر أو تيومر لايك ماس عسي بالمثال نوديول أوف ذا ثايرود عن براس ماس يعني أكثر شيء بصراحة الآن بالمذة ما أخذ بعدني أنا ما أخذ يعني يعني البرست الثايرود إن شاء الله من أخذ يعود همين أبلغكم بس مبدأ العرفة أن البرست يعني هما يستخدمون همين ثارت أوكي يجيبوني شنو فالنيدل نيدل أوكي الراس ما تقلت لكم نحيفة فوتوه يجون هنا يسحبون وهي همين بالبرست وعدكم هنا يستعملون فتش يسمي التراساوند أوكي اللي هو السونار حتى هنا يجون يندلون حتى يطوه للمكان بالضبط بزين يقول لك يستعملوا حتى يفرقوا بين البنان والمنقلنت والنسبة طبعا مال يعني فالمصح اللي هو الدقة مال توهد التفاصيل يعني توصل 90% يعني أعلى ممكن وممكن شوية أنصة تعرفون أهم يعني تعتمد على التكنيك تعتمد على الفاحص كذا بس هي نسبة تقيمة 90% على سبيل المثال تعرفون أن مارين سمي حنا البلورال كافتي عندنا التجويف مال القلبي سمي بريكارديا كافتي عندنا التجويف مال شنو مال الجهاز هضم أو الجياتي أو البطن سمي بريتوني كافتي بحال عندك سائل هنا أو هنا تقدر تسحب وتفوتها وتسحب وتفض زين عندك هنا همين شنو عندك هنا الليمف الدينوباثي بحالة الليمف نود الليمف يعني هو الليمف عدينه يعني اللي هو الغدة أوكي الباثي اللي هو مرض ثالك أي مرض ممكن ضرب لك الليمف نود ممكن ومضخم عندك ممكن تيبي ممكن سرطانات بالدم وغيرها وغيرها هزي يقول لك براش سايتولوجي دورن فايبر أوبتك اندوسكوبي دس كون تسدار أز براش سايتولوجي عن طريق فايبر أوبتك اندوسكوبي أوكي ها تكون صورة هنا يقول لك فايبر أوبتك اندوسكوبي هم سميها السمبل بكل بساطة اندوسكوبي عملية مارينة تفوض التفاد انبوب أوكي ويا كاميرا اندوسكوب حتى تتباع وتيجي تكشط الت جزمي خلا هميا نيجا تيجي تفوض التنبوب زين نجي نكمل هسا ونشوف هين عدنا عدكم هذا جورج بابيني كولا أوكي المخترق ما لشنو ما لباب اسمير أوكي ما لباب اسمير تمام طبعا عدكم هنذا تروحون هنا وانا بالله عدكم هنا همي نش مذكور عدكم يعني البيسيك ستين عدكم عدكم هنا الباب أوكي بس هاي ستين نركز هذي شنو هذي تسمير أوكي فنحاول تفرقون بيانا أوكي مزيين نجي نكمل لكم عدكم الباب اسمير أوكي يعني فيديو حطت الدكتورة هنا هذا هو الفيديو بس لا أدوس عليه بالغلط أوكي ووقت الذكرة لسه كانت تفوت علينا وذقول أحد بيكم شوال الفيديوهات فما هذي فايدة فهي الفيديو بصراحة حسب ما ذكر ما أجا من بالفاين بس حطت لكم مهمات عليه المهم الباب اسمير فتفحص نستعمل النسوان حتى نشوف يعني يكتشفون هل عدو أو نمنع هل عدو من سيرفايكل كانسر أو ده وعدكم هنا أن الباب اسمير هو يفيد نشخص الخلال الموجودة بالسيرفكس المطبيعية قبل يصير كانسر يقول لك هم أن تشارك الفتش اللي وهذا رأس البل هم باب لوم فارس اتش بي في فالفحر استخده ان شاء الله اللي هو يسبب ان سيرفايكل كانسر يقول لك باب اسمير و يعني ده يتخص عند باب اسمير وعد اتش بي في تاست اوكي يقول لك نسوي هنا او سيرفايكل كانسر سكرينيك تاست حينا هذني الباب اسمير و اتش بي في تاست يعتبرا شنو يعتبرا فد يعني سكرينيك تاست فد فحوصات عطا احنا يجي شنو نتابع او يعني نشوف سكرينيك يعني نحنا يجي نسوي مسح هل هذا عند سيرفايكل كانسر او هل بناء او 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 واعدكم همين الكلام الباقي يعني اللي رايد يقراها همين مذكور عادكم انه اليانس وان او يعني 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 فأني جنس و همين التفاصيل مذكورة زي فساعدكم الباب سمير او سيرفايكو فجانال سيتولوجي نحن جي على هذا الجانب و شين نلقص بالباب سمير سكرينيك سكرينيك انه التفحص سكرينيك طلاب ومصح انه مثلا انا ما اعرف التعدك لولا بس اجي 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 حتى اشوف التعدك لولا سكرينيك مزي للنساء او للنساء اللي ممكن احتمال انه سرعت ان كان مسافرات الدولة به المرض ممكن او هذا الفيروس مثلا شبيرات بالعمر الغال بالعمر التفاصيل بعد مزي it also gives an idea about the hormonal status of the patient evaluate response to radiotherapy and detect infection وكي ماشين سوطينا فكرة الحالة والهرمونات مع المريض وقدنا نقلنا اصلا ساتباظاج متعلق بالهرمونات ونقيم التقييم يعني الاستجابة للعلاج مع راديو ثرابي اشعاعي وما نشوف ذا عده infection باباسمير cannot be used as a sole يقول لك الباباسمير ما نقدر نستعمل انه الطريقة الوحيدة والأساسية والحصرية انه نحدد التشخيص والعلاج لا الانتجي تجي تجي تأخذ خزع وهم تجي تتبع يعني التأخذ يعني بعين الاعتبار هاي ما نشوف انت الكولبوسكوبي اذا عدت عدت فتفايندين انت شفتها مثلا اشياء تحت المايكوسكوب اوكي عمت اجتخذ بعين الاعتبار زي يقول لك اذا عدت طلع عدت شنو هاي لاريتكم ركزون على هذا المهم السيتو باثولوجي قلت لكم انه مو دقيق يعني جدا عدنى الادق منه اللي عدت مالك ننسي لا اكو احتماية انه الشخص هذا عنده رغم انه عده نيجاتف ساعد باثولوجي ليش الفوز نيجاتف رزولت مايبي از هاي از عشرة لتسو عشيب المية وبعض هاي توص خمسي بالمية شنو المقصد المقصد انه الفوز نيجاتف انه هذا الشخص رح يطلع لي انه هو يعني هاي اللي بنية هتطلع لانه هي شنو يعني عدها بس بتفحص هتطلع لي شنو نيجاتف هاي الفكرة كلها طبعا زين نيجي هس نكمل لكم نيجي نشوف بعد شنو اللي موجود زين وعدكم هنا شنو ال ال المستعملة او او عدكم هنا good illumination of cervix لازم specimen contamination اللي هو هذي او استعمل هيا ده حتى تتش تفتح هنا ولازم يعني ترطب التبش وترطب بمي قلك هنا مي أو saline او حتى تتجنب انه شونو نقول contamination تجنب يسعد تلوث زين عريز spatula cytobrush wooden tongue depressor with fevered age or aspirator for يعني endocervical mucus vaginal pul specimen فد ادوات انه تعدى تستعمل هاي مثلا الاداة اللي نسمي spatula حتى تتجي يعني تستعمل هنا متفيدك ساعت وبرش همين تعدى كفد مثل يعني شوان فورته وودن tongue فد اداها يعني وودن تأخذ ان شاء الله بالما حطاث بال examination فد اداها نفس هاي بس تعملوها خافضة لسان هم يجوز تحتعت و with beveled edge لازم يكون شكل الحافة مالتها زي وعدة كمين or aspirator for endosurvical mucos vaginal pull specimen اوكي fixative 5% اثانول minimum fixation 15 minute maximum 2 weeks cytospray اوكي fixative مثبت لازم تتستعمل انه تفتشي تثبت بالعين انه تت اوكي استعمل مثلا 5% اثانول minimum fixation 15 minute اوكي والماكسمم المدة اسبوع اوكي استعمل cytospray سلايت استعمل همي سلايت request sheet should have the following information name age address date of last menstrual period متى تقدم ورقة اوكي او تتطلب ماتك لازم يكون بي لازم ماتعلي الاسم العمر العنوان شوكتا فى مرة جدت دورة الشهرية اوكي 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 اوه تاخذ حبوب منع حمل اوه اوه تاخذ هرمونات معينة اوكي همي لازم تسجل clinical data complaint state of cervix previous PAP data تسجل همين اذا هي ادهفت تشكو ماشي معين الحالة ما استشفتها وذا هي ادهفت يعني باب سمير اوكي فى ادهفت شي يعني شو قفت باب سمير سابقة تسجل معلوماتها clinic apneumals that should be مشed اشياء لازم تتذكرها post coital اوكي او انتر بليدن اذا هي عادها نزف شنو يسرعتها يعني او يسرعتها بعد عملية الجماعة الجنسي او خلال شنو انتر بليدن او خلال الدورة الشهرية اذا طلع عادها فى تطيد وما يتعالج او حاول تتعالج وما تعالج clinically suspicious legion leucoplicia or visible tumor اوكي اقول لك قعدنا فى الليجينات ممكن يكون مساطنية بس ادين الى ممكن سرطان فمنهم ممكن هاي leucoplicia اوكي اللي تطلع طقع شنو طقع بيضة هنا بالحال يميزوها عندك او visible tumor فدورم انا اجي اشوف ابعين يعني ممكن شمال متير بس رح نعلكم اياه تمام هذا شغل مختبر اكثر شي ادكم هنا باب حتى يكون اذا اكو مشاكل او خلاص طائم طبعا هاي الوضعي نسمي lithotomy position اوكي تاخدون الوضعيات بالجراحة ان شاء الله كل وضعي وليش تسويها وكارف الوضعي نسمي lithotomy اوكي وقلنا نستعمل speculum اوكي على مود شنو على مود لهذا speculum على مود هنا تجيش تحصل افضل رؤية وعلى مود ما تتلوث العين لازم تمسح زين خلنا نجي نمسح هنا ونجي نكمل لكم اوكي عدكم وراها اللي يهم يعني كلام عليها يقول لك الباب سمير تاكن شون تتاخذ المنطقة وقبل تجي تفحص الفجائنا اوكي تجي تفحص مجال اوكي تعرفو انه بالإجزامنيشن يعني يعني ميندون يفحصوا مثلا وانه يعني فالطرق حتى تتجي تجي تخص فالمرض بداية تتاخذ هستري وارا تجي تفحص المريض وارا تجد ذات حالي فانت طبيعي بس هنا يقول قبل لأ تجي تحاول ات يعني تيج تفحصه وكذا انت لازم تاخذ هاي يعني تاخذ هاي الباب اسمير اوكي اي 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 اتفت شي صار عدك هنا لازم انت يعني اي هذا مثلا هذا عدك التاك باودر اوكي اي شي خاص به لازم انت يعني تزيله من شنو من الجفوف ماتك قبل لاتت تلمز الادوات او المريض او السلاج اوكي زين it's also preferable not to wipe cervix before taking samples so as not to remove the cell rich mucus يقول لك يفضل انه انت ما تمسح السيرفكس قبل لا تاخذ العين حتى تمشي لها الطبقة المخاطية الغنية بالخلاء يعني المقصد اذا تعدك السيرفكس قبل لا يت تتجي مثلا تجي تتمسح لا يقول لك لا تمسح لا ممكن بهال طبقة اللي بيها يعني طيب اقيا بيها ميوكس اوكي بيها مخاطمة ممكن هذا يفيدك بالتشخيص وغنية بالخلايا زي اما هاي سرفايكل سكرابينج او رسمير باباسمير is used for air detection of سرفايكل كنسر اا يعني ان سيرفكس اما اني يقول لك ينادي شوفك صورة انو يستعمل باباسمير عامو دي التشخيص زي امعدكم صور دي شوكونا شون التشخيص والطريقة والسلايدات وتفاصيل زي ريبورتك شون انت تجي تبلغ هنا اوكي هاي يعني كلام هذا شو اريدكم تركيزون وبس هاي سلايدين ونقلب الصور ان شاء الله وكملنا نكون هذا الجزء احنا اوكي لو ان شاء الله يكونك صير زي اوكي الريبورتنج طلاب الريبورتنج دي شون انت تجي تبلغ شنو هاي طبعا هميا يعني دكتورة حجتها بوقيتها في المرحلة اوكي يعني خلوا ببعيكم طلاب يعني التعلم هو كله لكم يعني لا تتوقع التفاديوم معلومة لا تفيدك يعني ذاكرا انا مرحلة ثالثة بوقتطة بمجتمع يعني ما حديركز طبعا محاضرات بمجتمع اوكي فدكتورة بوقتطة يعني اذا نحتش تخيله هو تغضب محاضرات ان شاء الله كلها ارقام وحسابات وبعدين يعني صال الموضوع حدش يتخيله على بريست كانسر هيش على سلطان ثدي بعدين دكتورة وحش حجاية قال انه سلطان ثدي اذا صار بالرجال فهو حيكون اخطر ما يصير بالنساء هو طبيعي بالنساء اكثر يصير بس بالرجال يكون اخطر ليش بوقتان قلت له قلت له وحيكون اخطر بالرجال اوكي فقال له ايه وليش فهو جوابني بوقتها قال لي ان الرجال عندهم يعني الفات الشيو اوكي يكون عندهم قليل ليون نسيج الدهني فهيكنا قبل بس يصير سلطان راح يبدي انتشر قبل بما بالمرأة عندها فات الشيو اكثر فانها يحتاج وقت يلا ينتشر وكذا ويعني وهي تفاظي فبالماحة الرابعة بعد نحنا اول محاضرة فالدكتور سأله وباكتر فاته وجوابتها يعني فلا توقع التفاد يوم يعني معلومة تحسها يعني مالها قيمة او شي بسيط يعني كل التدرس ان شاء الله هو بجيبك سواء كمعرفة او كمريض او يعني واحد يسألك او طالب يسألك او كله ان شاء الله بجيبك المهم ريبورتينك بقيت يجي تتبلغ ادك ادت اشياء لازم انت تتبلغ عليه اللي هي ادك تسكريبشن لازم انت الوصف ماتك والداغنوز تشغيص اكولدنج تو يعني بثيسادا بستا يعني سيستم اوكي ايقل زواصف هل اتتعدك يعني نوعية هل اتتعدك الكمية الكافية يعني شو نقول والخلايا النوع الخلايا اللي موجودة اذا اتتعدك الخلايا الطبيعية خلايا متابلاستيك سغطانية خلايا شنو يوترين سيل يعني خلايا شنو يعني يوترس اوكي هرمونات سيستة الحالة شنو يعني الحالات متعلقة بالهرمونات انسيدنتل فايدنج اذا اتت شفت فاد اشياء موجودة بشكل عرضي فاد انفلاميشن انت مو عد بعض بات هي زارت انفلاميشن صار عندك فاد التهاب انفكتف اورغانز فاد مايكروغانز صار عندك تسبب لك من عدوى ليجين اني ابزورف ابنومات شفت شي همين فاد يعني فاد شي ما متوقع فاد ليجين فاد يعني فاد ضربة فاد شي اتا تجي سجله دياغنوز according to بيزا سيستم اوكي البيزا سيستم يقول لك تي بي اس سميها من بيزا سيستم فور ربوليك سفايكال سيكتولوجي سيستم همين على موش انو نستعمل عمود نشخص هنا اوكي ونستعمل عمود نبلغ النتاج ما الباب سميار عدنا في فاد ادت شغلات عدة تسميات عدنا نورمال ناي الم عن بناي الانعي الم هي نيجاتيب فور هي تحت يعني مذكورة نيجاتيب فور انترا بثير ليجين اور مليجنسي يعني ما لا علاقة بالمليجنسي اما تكون نورمال او بناي بما ابنتيسر وعندنا عدنا ريكتف ريكتف انفلميشن ريبير آيو دي أتروفي ميتابلاستيك العاوية تحصل استعمال تظهر حيث 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 تتحدث نتسلم 1 النبول الساعة الضع نعم يعني يعني العلاقة ممكن تحول إلى سرطانيا بس إنو ما العلاقة زي الأتفكى كوامس سيل أوف أنون سيكنيفكنس إي أس سي و أس أوكي لوذut اختصار كن نوات إكسكلود أكسي أاتش أس آي أال اللي هي إي أس سي أتش لأي أس سي أتش اللي هي اللي هاي قرايد سيكوامس أنت بثير لجيل يعني كل شيء ها يتميز بشكل زيان ويقول لك أول شيء عن مستوى عالي ويقول لك الاي اسي اتعال اتباكال سكواما سيلي هاي غرايد نفسي شيء وقدك هنا اختصارات ناطيك سكواما 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 لكاراتيزيج ممكن تكون عنوان كاراتيزيج لو غرايد سكواما سنتبه الآيان ليجني الاس اي يعني الاس اي اوكي زيان هسا تجي نشوف بعد عدنا يقول لك ان لاندودا سيلا بنواتي لديك مشكلة بالغدد ممكن ادك اتباكال جراندولار سيلز اي جي سي يو اس اتباكال جراندولار سيلز فايفور نيو بلاجي وممكنها يكون يعني الفوق يقول لك شكل مطبيع بس ما على يعني فائدة الجوه لا يقول لك اتباكال وممكن يدينها نيو بلاجي ادي نو كارسيو مليو الحالة اللي حالة قبل يعني صبتها ابنورمال سميرز وير تو فروم هي اوكي عندك الAS-CUS-AG-CUS-LS-H-SIL-Malignant عندك انوع عندك فاشين سمي AS-CUS-AG-CUS عندك فاشين سمي يعني الاتباكال جراندولار سيل على ناوه سي 준يفكاًو وعندك يعني هميا هذا الاتباكال سيلو عندك هنا غير شيء الـ AGCUS اللي هو هذا Atypical Grandular Cell of Unknown Significate الـ AS يعني CUS اللي هو هذا غير شيء اللي هو الـ Atypical Sequimus Cell بس فرق أنه Sequimus وهناها عدك الـ AG اللي هو الـ Grandular يعني بصراحة طلاب هذا على وقتي ما إجاني فلا ترك لو عنا كل شيء مهم فيقول لك تعيد التايل إذا طالك هالنتيجة اللي هي Atypical Sequimus Cell of Unknown Significance يعني هم Sequimus هم ما هي تأيد التورة ثلاث شور هم نسوي Colposcope اللي هي تجي تفحص هنا تجي تسوي هنا فحص تفحص هنا الفجانة والـ Uterus فدا تسعمل حتى تفحص الفجانة والـ Uterus وهم نشنو لازم تتسوي بايابسي تأخذ خزعة إذا طبيعي لازم تعيدها مرة كل سنة إذا قدت أدك A-G-C-U-S اللي هي Atypical Glandural Cell of Unknown Significance تسوي Colposcope اللي هم تجي تفحص هذا الجهاز وهم Endometrial Curetage أوكي هم تجي تفحص البطانية والـ Uterus أوكي وهم يسوي cervical biopsy وهم من treatment اللي هي اعتمد على اللي يطلع عندك L-S-I-L X-S-I-L تجي تسوي تسوي Colposcope هم تجي تفحص بايابسي خزعة إذا تعدك تمليقنات هم تسوي بايابسي وهم تجي تطلع شنو نوع الماليقنات أوكي طلب زيان نجي هسا نكمل لكم عندنا هنا خلايا الطبيعية يلي شوفك هنا Normal Squamous Cell خلايا الطبيعية يقول لك مزيج هنا من الخلايا يعني خلايا موجودة هنا أوكي اللي هي وهم يقول لك هنا يعني البعض يقول لهم Emector of Superficial Intermediate Cell فات خلايا سطحية ومتوسطة نشوفها بال Clear Bacterial Background خلفها اللي أدنى بها بكترية وحاجة كنا حاجة نعم أشلق عليه بزي عندك هنا HPV Heuma Papilloma Virus Mild Displagy Displagy قلت لكم اللي هو يدينا يعني من عنا شوف خربطة كل شي يعني عنا عدي صورة النسيج أصلي والصورة لهذا إذا كل شي مختلف هذا عدنا يعني يعني شون نقول نسميه High Displagy أوكي فهذا يكون كل شي يعني واصل ما أحب إذا عندي هو Mild هذا يعني تواب هذا الموضوع هذا عدنا Mild Displagy شوفوا شو هنا بعده يعني مو كل شي متمايس شوفوا هنا شون بلا تصير كل شي خلايا هو وبيلا تصير نعم بين موضوع مطبيعي وعدك هنا High Grade SIL أوكي بالليجين اللي بها High Grade SIL وعرفنا هنا شنو هو مختصر SIL SIL اللي هو هنا عدكم اللي هو Squamous Intra-Bethyl Lesion أوكي فأقول لك ذات عدك هنا بها يصور عدك High Grade SIL يقول لك In Legion of High Grade SIL The Displastic are often oriented in a streaming arrangement أوكي يقول لك الخلايا هذاني ال Displastic أوكي اللي خنقول شكله مطبيعي عادها حتكون شنو in a streaming arrangement هيج حيكون يعني شو نقول الترتيب مع ذاته أوكي هيج حيكون ترتيب مع ذاته زين ونجي شوف لكم بعاد يقول لك ناس Quamous cell carcinoma قلنا بها ميزة أن يطلع لك النور البرتقالي اللي هو الكيراتين صح له لا عدكم هنا ها Normal Sillated Bronchial Cell خلايا هنها من الجهاز التنفسي Bronchial Cell أوكي وبيها ميزة ناس Sillated بها ذن السلي تمام هذن السلي زين Bronchial brushing جاي هنا قاش طيب يو أخذيه This column ناس يقول لك هالخلايا العمودية اللي يشكلها مثل العمود Have oval ضوية وبيها Stable Chromatin Chromatin يكونش به يكون به يعني عاشي كل نقاط Numerous Celia Project From the Epical Surface عدك هواي سلية يطلعها من السطح ما تلنها ذنية تمام هنا نكون يعني وصلنا هاته هذا الجزء أوكي زين وعدكم هنا يمكن إذا ما غلطان هنا عدكم ياه يا بالله عدكم هنا يعني هنا Colposcopy هنا قلتكم أنه هو يمكن يعني بالماركروسكوب لو غلطة هو لا نقصد أنه تفحص هنا تفحص السيرفيكس يعني هنا ذكرتكم ما تفحصت السيرفيكس يجب تفحص الفجان هذا هو الكولبوسكوب يقول لك يعني إذا تفحص بها الفجان تفحص بها السيرفيكس وما لي أوكي فإذا قلت هنا أنه الاندوكروسكوب أو الماركروسكوب ها سهوان فهنا نهاية هذه الجزء من هذه المحاضرة لنشرح واضح المفهوم أي سؤال أي ملاحظة أي فتشي لا ترددون وتوفق شاء الله جميع مع السلامة اشتركوا في القناة